موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام حياكم الله أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم نطل عليكم دائما عبر شاشة الأردنيين شاشة القناة رياضية شاشة التلفزيون الأردني نقدم لكم حصيلة ما حدثه وحصيلة ما نتحدث عنه وحصيلة ما كان خلال هذا اليوم في حلقة جديدة من حصاد الرياضية والبداية دائما بالعنوين عفيف وسون يتوجاني بلقب الأفضل وانعمات والتعمري حديث القارة قبل وبعد التكفيذ أبو عابد يقود أولى تدريبات الفيصري وأنباء عن إعادة اللاعبين الصابقين إذن وأيضا سنكون مع المنتخب الوطني لكرة الطائرة واستضافة خاصة للمدرب المدير الفن سنتحدث عن التحضيرات للبطولة العربية إذن ثلاث محاولة رئيسية سنتحدث بها خلال هذه الحلقة بعد الفاصل نجدد ترحيبكم مشاهدينا الكرام نبدأ بحديث القارة الآسوية اليوم وهو جائزة أفضل لاعب في آسيا في داخل القارة وخارج القارة يازن عمات وموسى التعمري حديث الجميع في القارة الآسوية لترشحهم لهذه الجائزة يازن عمات نعم ترشح لجائزة الأفضل لاعب في القارة الآسوية وموسى التعمري أيضا ترشح لأفضل لاعب آسوي يلعب خارج القارة الجميع كان يتحدث عن اللاعبين لكن كانت اليوم نتائج الجائزة إذن وفاز أكرم عفيف بي والكوره يونج مين سون بجائستين اللاعبين الأفضل في آسيا وسط منافس قوية من لاعبي المنتخب الوطني يزن عمات المحترف في العرب القطري وموسى التعمري المحترف في نادي بومبلكية الفرنسي جاء ذلك خلال حفل توزيع الجواز الأفضل في القارة الآسوية الذي نظمه الاتحاد الآسوي لكرة القدم اليوم في كوريا وقدمت 21 جائزة شاملة اللاعبين واللاعبات والمدربين الأفضل والاتحادات الأفضل وجوائز أخرى إنعامات نافذة على جائزة أفضل لاعب في القارة الآسوية قبل أن تذهب الجائزة العفيف في منافس التعمل على جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة الأسوية قبل أن تذهب للجائزة لسون ويعتبر ترشيح لاعبين أردنيين في هذا الحفل الكبير إنجازاً لافتاً للكرة الأردنية التي قدمت نفسها بشكل متميز خلال كأس آسيا الأخيرة في قطر عشرين ثلاثة عشرين وحقق فيها المنتخب الوطني المركز الثاني بعد سلسلة عروض متميزة هار لك اللي نشامها المنتخب الوطني لكن وجودهم ولأول مرة ننافس بلاعبين بهذا الشكل هذا يدل على مستوى التطور الكبير التي تعيشه كرة القدم الأردنية ومفخرة يزن وموسى مفخرة وجميع لاعبين المنتخب الوطني مفخرة إنما كانت السنة بتكون السنة الجاي والمكان السنة جاي بتكون اللي بعدها إن شاء الله فجاي جاي الجوائز على هذا الأداء على هذا الروح على دائماً لكن الكل تحدث بعد كروج على النتائج بطريقة يعني شو الطريقة اللي تم عليها اختيار اللاعبين وماذا قدم سون إذا قرنته بموسى التعمل وماذا قدم مثلاً عفيف إذا قرنته بيزن أنعيمات هذا حديث وهذه المعايير أكيد بنا نتحدث فيها مع الصحفي المعروف صالح الراشد اللي موجود معنا على أهاتف البرنامج صالح الله يسعد مساك مساك الخير خير يعطيك العافية أهرض لك لنا شام المنتخب الوطني يمكن كمان يعني وأكرم عفيف هو لاعب عربي إنه حصل على هذه الجائزة ممكن هذا الشيء يعني جيد إحنا بننظر له لكن الكل بتحدث عن الجائزة معيير وبتحدث بالتحديد أنه مثلاً سون شو عمل لمنتخبه بالمقارنة مع التعمري طيب سون شو عمل لنا دي بالمقارنة مع منتخبه فتمكن التعمري كان أفضل أو كان الترشحات للتعمري أفضل يعني بداية خلينا نبارك لللاعبين التعمري ويزن على هذا الإنجاز وأننا تواجدوا في منافسة للمرة الأولى ومنافسة قوية على جوائز الاتحاد الآسوي وهذا الشيء يحسب للكرة الأردنية ويحسب للمنتخب الوطني الذي قدم إنجازات كبيرة في بطولة كأس آسيا ووصل إلى اللقاء الختامي وللآن لا زال الحديث يدور حول آلية خسارة المنتخب الوطني وهل كان يستحق أم لا يستحق إذا ذهبنا إلى النتائج فأكرم عفيفي فاز باللقم وسجل في المباراة النهائية وبالتالي قد يكون له الأولوية على يزن في هذا المجأة أنه كان حصل على اللقم وهذا أمر مهم جدا خلينا نحكي أكرم عفيف أكرم عفيف هو الذي قاد المنتخب القاتل الوصول النهائي والفوز باللقم يعني يستحق هو كان نجم منتخب صحي يستحق وبالتالي لن نقف كثيرا عند هذه الجائزة ونقول ليزن هاتلك أمامك الفرصة قادمة المنتخب الوطني إذا ما تأحل إلى نهائيات كأس العالم القادم أكيد سيكون يزن فرص أكثر وأكثر وبالتالي الأمان ستزداد بأن نحقق متائج على الجوائز الفردية في القارة الأسيوية بالنسبة لموسى التعمري وسونغ سونغ يلعب في الدولة الإنجليزية ومعنى توتنهام توتنهام هو الفريق الذي رفعها سونغ بفضل مستوى هذا الفريق سواء في البطلات الأوروبية أو على الصعيد الإنجليزي والتنافس كان جيد مع موسى التعمري الذي أثبت أنه لاعب كبير وأفضل من العديد من اللاعبين اليابانيين المحترفين في البطلات الأوروبية والكوريين أيضا المحترفين في الدور الألماني والدور الإنجليزي لكن يبقى هناك آلية الاختيار آلية الاختيار تعتمد على النقاط وهذا فرق كبير ما بينها وضينا الاختيار أفضل لاعب في العالم الذي يعتمد على آراء مجموعة كبيرة من المحللين وهنا تدخل قد نطول الأهواء الشخصية في اتجاه ولكن تدخل أيضا قناعات اللاعبين باللاعبين الآخرين صحيح وهذا يعتبر ميزة إيجابية أنه أنا كلاعب أستطيع أن ألعب في الضموثة تعمري وشاهد فترات شوف كيف يلعب في الملعب وبالتالي أقدر أحدد أن هذا اللاعب يستحق أو لا يستحق لكن في الاستحاد الآسوية يعتمد هنا على النقاط وهي تعتبر جافة نوعا ما لأن النتيجة تكون شبه محسومة لكن يبقى لموسى التعمري أفضلية على سن طب بس صالح 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 أنت تتحدث تعتمد على النقاط طب إذا اعتمدت على النقاط كالمنافسة يعني إحنا إذا بنا نحكي عن عفيف ويزن هي متقاربة متقاربة المنافسة وإذا ذهبت لعفيف يكون لأنه قاد منتخبه للك أساس وإذا ذهبت ليزن لأنه قاد منتخب الأردن لوصافه لهذا الأداء الرائع لكن ما بين موسى وما بين سون يعني النقاط قد تكون تصب في مصلحة موسى هنا المجال كثير للحد حق المنتخب الكوري مع المنتخب الأردني وحقيقة نقولها دوما انفجر موسى في هذا اللقاء وأثبت أنه لاعب من طيلة الكباب وحقق ما لم يستطع سونغ أن يقدم ولو 10% من موسى التعمري في هذا اللقاء لكن سمعة سونغ أعتقد أن سمعته هي التي جعلت العديد أو بعض المحلدين يصوتون لصالحه وبالتالي ظلم موسى التعمري على هذا الصعيد لأن المتائج التي تحققت في الدورة الإنجليزية أي كانت لم يحصل على اللقب وفي دور الأبطال أو أي بطولة أخرى لم يتنهام لقب البطولة لذا لم يحقق إنجاز على مستوى النادي هذا لم يحقق إنجاز ضخم في الدورة الفرنسية مع مومبيليا لكن على مستوى القارة ظهر موسى التعمري بشكل قد تفوق جدا جدا وكان في اللقاء الذي جمع اللاعبين وقلت أتمنى على من وضعوا نظام جائزا أن ينظروا إلى المواجهة الفردية ما بين اللاعبين التي تظهر التميز ما بينهما وكان هذا الأمر ليصد كموس التعمري الذي كما قلت انفجر في لقاء كوريا الجنوبية وحقق ما عجز عنه معظم لاعبي القارة في هذا الموقع 100% أكيد يمكن نحن نحن جماعة مننظلم في النهائي ومننظلم في الجوائز أخي ليس بس رح تجينا يجب أن نكون سعيدين بأن اللاعبين فرضوا اسمهم على القارة الآسوية هذا يعتبر إنجاز كبير لنا اليوم نحن حصلنا على مركز ثاني لكن في القادم لدينا فرصة لأن نكون أفضل وفرصة لا زالت ثانحة أمام لاعبين بالتأخل إلى نهيات كأس العالم وهذا أمر ليس بالبعيد وعلى موسى التعمري أن يري الاتحاد الآسوي بأنكم كنتم مخطئين هنا نخابل كوريا الجنوبية في اللقاء القادم معهم في تصفيات كأس العالم وأن نتأحل إلى النهائيات مباشرة ولا ننتظر الملحب يا رب إن شاء الله شكراً لإصالها الراجل لصحفي رياضي المختص شكراً على هذا الاتصال على هذه المانات شكراً إلىك شكراً يعني هذا أنا بأنظر له من جهة ثانية دائما خلينا ننظر بإيجابية أكثر يعني شوف الإيجابية أكبر بكثير من أنه والله ما فاز موسى أو ما فاز زن بس أنه يزن وموسى استطاعوا أنه يضعوا أسماءهم بهالمرحلة وبهالمكانة وأنه يكون في تنافس هذا رائع جداً هذا هذا مفخرة حقيقة لن نشمي يزن عباط لن نشمي موسى التعمري ولي بدأ أحكي أنه أنه خليها تكون دافع إلا أنه رح نصل كأس العالم وتكون المباراة الجاية في شهر 11 مباراة العراق ومباراة تخلي مباراة العراق بوابتنا لكأس العالم ونكمل عليها في الكويت ترى يعني خلينا نحكي بصراحة يعني قادرين بل قادرين ومش أنه نحكي مستحيلة ولا هي صعبة حتى صعوبة ما فيها شبابنا ونشمنا قادرين بسهولة أنه يخلصوا الموضوع من الشهر الجاي على فكرة يعني بس إن شاء الله رح تكون هو التوفيق دائماً من الله على كل حال نتمنى توفيق لليلبي قادر من الأيام لنجوم المنتخب الوطني نذهب إلى المحور الثاني وحديثنا عن الناد الفيسلي الذي دائماً كان هناك حديث وكان هناك أمور كثيرة خلال الأسبوع الماضي فالجمهير الفيسلي غير راضي عن الأداء غير راضي عن النقاط وغير راضي عن ترتيب الفريق ما دفع الإدارة للتحرك بعد سلسلة استقالات وعودة عن الاستقالات وما إلى ذلك لإعادة البناء وتجميع أن يتجمع الكل حول الناد الفيسلي في مرحلة إنقاذ حقيقية تطمح إليها إدارة الفيسلي عادة للتعاقد مع المدرب الوطني جمال أبو عبد للإشراف على تدريب فريق الناد لكرة القادمة وخلف السوري رأفة محمد الذي قدم استقالته وكانت المفاوضات وشهدت قبل ساعة انتهاء المفاوضات والتوقيع مع الكابتن جمال أبو عبد والتفاصيل للسلام نعرف لكن تم التوقيع مع أبو عبد وأبو عبد طلع من المؤتمر أو التوقيع راح أجرى أولى تدريبات الفريق التعاقد مع أبو عبد لقي صدى إيجابي بين جمهير النادي الفيسلي لكن ظهرت بعض التساؤلات حول الفترة اللي بده يقود فيها أبو عبد أو شو تفاصيل العقد أو شو يعني ماذا طلب أبو عبد عشان هيك بدنا نحن دائما نحط المشاهد في الصورة وتعودنا من إدارة النادي الفيسلي الحالية أن يكون فيه دائما شفافية ويكون دائما هناك فبدنا نروح باتصال هاتفي مع فراس حياصات أمين صندوق أنادي الفيسلي فراس الله يسعد مساك يسعد مساك أستاذ ليث والمشاهدين جميعا نقول بأنها بداية جديدة وبداية قوية لنادي الفيسلي أستاذ ليث اليوم كما أسلافت أنه تم التوقيع مع الكفتن جمال أبو عبد نحن يعني لكل يعرف الكفتن جمال أبو عبد من النادي ومش جديد والكفتن جمال أبو عبد لبى النداء اللي طلبته منه الإدارة والجماعير كمان يعني فاليوم الحمد لله تم التعاقب مع الكفتن جمال والمفاوضات يعني مع الكفتن تمال ما أخذت ممكن بس ساعة قليلة وحطينا كل النقاط على الحروب والآن الكفتن جمال بالملعب لا يمكن عنها التمرين قبل شوي وقاد أول تمرين واجتمع مع اللاعبين وسمع منهم وحثم ونزلت الإدارة مع الكفتن جمال وسمعنا منهم شو المشاكل اللي عندهم بالسابق وواجهتهم وإن شاء الله أنه استعدت الإدارة أنه تحط إيد هبين الكفتن جمال وبإيد اللاعبين وننهض بالفريق للأفضل بإذن الله بالمرحل الجانب بممكن وصلتنا أنباء خلال التدريب أنه اللاعبين متحمسين وفريحين وفيه هناك روح إيجابية بالتمرين اليوم بوجود أبو عبد لكن أيضا سمعنا حديث أنه أبو عبد طالب بعودة لاعبين سابقين كانوا بداية الموسم والموسم الماضي في صفوف النادي الفيصلي وطالب بالتفاوض معهم وإعادتهم للفريق وحتى أنه في من يتحدث بأنه أنه عبيدة السمارني مثلا كان الفيصلي في تفاوض أنه انهاء عقده اليوم شفناه في التمرير شو رأيك أستاذ ليس شوف إحنا بدون أدنى شك أنه اللاعبين اللي طلعوا من الفيصلي خارج عن إرادتنا صدقا يعني والكبتن جمال أنا لحد الآن ما سمعنا منه ولا قدمنا تقرير شو اللاعبين اللي بدوا يعهم بالمرحلة القادمة ولا ولا أي اسم لحد الآن فأحنا كإدارة مطلوب منه أنه نقدم لكبتن جمال جميع الطلبات من اللاعبين بإذن الله بالفترة المقبلة أنا أنا مباراة مهمة فبنا نركز عليها بإذن الله بيوم السبت القادم وبعدها فيه توقف طويل يعني يمكن 24 يوم للمنتخب نتمنى له التوفيق فعلى ضو هذه الفترة التوقف إن شاء الله بنشتغل مع الكبتن جمال للمرحلة بين الذهاب واللياب شو بنقدر نعزز أسان يعني ما يتنقله البعض أو بعض الصحف أو بعض المواقع بأن أبو عبد الطالب مثلا مثلا لاعبين زي حسان زي 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 مثلا أنهم يعودوا يتفاوضوا معهم ما قدم الكبتن جمال أبو عبد أي شيء من هذا الأمر لا لا لحد الآن ما صار الحديث نهيا عن أي لعب بالفترة بس نحن الجميع إدارة ولعبين وجمعين نطالب الأسامل للحكمة فيها أستاذ زيتهم إن شاء الله نكون صفوف النادي فيصل بالمستقبل أو إما هذا خيار برجع للكبتن جمال له حرية الاختيار تماما وإحنا أخبرك تساذ ليت بالسابق وما زلنا وبالمستقبل لا يمكننا أن نتدخل برأي فني أو نفرض عليه لاعب وللكل بعرف شخصية الكبتن جمال ما بسمح أن الناس يتدخل بشغله أو باختياراته فراس كل شكر إليك نتمنى لك شكرا على هذا الاتصال شكرا على هذه الشفافية في الحديث شكرا إليك شكرا لفرا صحيصات أمين صندوق نادية الفيس إذن نذهب للحديث عن المحور الثالث في حصاد الرياضية ونتحدث عن التحذير للبطولة العربية للكرة الطائرة قيادة جديدة للمصري حسن الحصري بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر وكما تحدثنا عن الفيسل يعني بداية جديدة منتخب الطائرة أو خليني نحكي اتحاد الطائرة ينظر إلى ما هو أبعد دائما وينظر إلى البناء وما قدمه شبابنا وناشئين في البطولات الأخيرة اللي استضفها الاتحاد الأردن للكرة الطائرة دفعته لبناء فريق فكان الاستعانة بالمدرب المصري المعروف حسن الحصري واللي موجود معنا في الاستوديو حسن كابتن حسن رئيس المساك أهلا وسهلا بك دكتور رئيس سعيد بوجودي معاك في القناة الأردن الرياضية اللي أنا طبعا من القنوات اللي أنا بتابعها بستموضني وانا في مصر مبارك الله فيك سيدي بدنا نتحدث عن المنتخب ونتحدث أنه الاستداد بكرة مسافرين تبكرة صلى إن شاء الله بكرة صلى الله طيب المنتخب حل بالمجموعة الثانية إلى جانب فرق سعودية لكويت قطر طبعا في البطولة العربية الثانية وعشرين للرجال البطولة تقام في البحرين بين ثلاثين تشنين الأول ولغاية 11 تشرين ثاني والقرعة صحبت في مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة المجموعة الأولى ضمت منتخبات سلطنة عمال والبحرين وتونس والعراق وكان وكان الاتحاد الأردني للكرة قد قدم المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري خلال المؤتمر الصحفي وكشف نائب رئيس الاتحاد الاتحاد الكرة جهد اكتشات في عديد من المشاريع والخطط لبناء المنتخب وتطوير اللعبة بدنا نرحب ونتحدث عن هذا الشيء مع الكابتن حسن كابتن اليوم انت جئت إلى الأردن في بداية الشهر تم الإعلان والتعاقد معك تفاجأنا خلال الفترة أو خلال الأسبوع الماضي بأن تبني منتخبا كل أعمارهم تحت 22 هاي شو اللي بتخطط طوله طبعا بناء فريق قوي لازم نبدأ من القاعدة تحت يعني أنا أصدت أن أنا يعني طبعا بالاتفاق مع الكابتن جهاد باشا قطيشات نائب رئيس الاتحاد وعلى رأس الهرم طبعا سمو الأميرة آية بن فيصل إن إحنا عايزين نوسع القاعدة بتاعة الكرة الطائرة نوسع قاعدة الناشئين علشان أنت عارف عشان تختار منتخب قوي لازم تختاره من وسط مجموعة لعبين ونوسع القاعدة نقدر نفرز لعبين أقوياء الهدف إن إحنا نقلل الأعمار السنية إن إحنا عايزين منتخب يقدر يمثل المملكة بصورة قوية على المستوى الدولي لمدة سنين وسنين طويلة نحاول إن إحنا إن شاء الله بإذن الله وده الهدف بتاعنا إن إحنا نكون على منصات التتويق بإذن الله وإن إحنا ننفس على مراكز متقدمة سواء على مستوى الدول العربية مستوى غرب أسيا مستوى قارة أسيا بصفة عامة اخترنا مجموعة لعبين صغيرين موضوع الإحلال والتجديد ده إنت عارف إنه بياخد وقت استعنى بعدد قليل جدا من اللاعبين الخبرات اللي هم عندهم القدرة إنه هم يدوا نفس الأداء بتاع الشباب ويدوا نفس عندهم القدرة البدنية والفنية إنه هم يدوا نفس القوة بتاعة الشباب اللي إحنا استعنى بيهم اليوم إحنا إنت اخترت 22 حلو جميل جدا اللي بتحكي وإنه الخطة حلوة إنه تكتب نفريق يخدم لكن إحنا متى كابتن أو بلغوك إنه إحنا دائما في الطائرة نروح لأجل المشاركة بلغوك قبل هالمرة يعني مشان تكون في الصراحة دائما نروح لأجل المشاركة لكن آخر سنة بلشنا النافس الآن إنت عدنا للبداية وبلشنا نبني جميل إحنا معك إنه تبني قاعدة لكن أيضا رح ندخل بطولة عربية لأجل المشاركة ولأجل البناء والاحتكاج مزبوط طيب خلينا نقول إن إحنا مش دخلين لأجل المشاركة إحنا دخلين إحنا حطين البطولة العربية طبعا أنا 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 جاي هنا يعني الفترة اللي إحنا ابتدينا فيها تدريب فترة قصيرة جدا تربط عشر تدريبات تقريبا تقريبا يعني لسه حتى دخلنا في المرحلة الأخيرة طبعا أنا طلبت من إتحاد الكرة الطائرة إن إحنا نعمل معسكر داخلي بصراحة ما أسروش وفقه على الفور إن فور انتهاء أو إيقاف البطولة الدوري إن إحنا نخش معسكر داخلي على طول إحنا قلنا إن البطولة العربية إحنا مش داخلين للمشاركة البطولة العربية داخلة ضمن فترة إعداد فريق شاب يعني مش هنقول إن إحنا للمشاركة يمكن عملنا فترة إعداد مصررة تتناسب مع الفترة القصيرة جدا استغلت فيها إن اللعيبة شبه جاهزة من منافسات الدوري الممتاز كابتن كلمة إعداد وكلمة للمشاركة الثنتين بصبا إنه أنا مش رايح أنافس أوكي إما أنت علشان تقدر تنافس لازم تبتدي من تحت صح واخبار حريدك إحنا عندنا منتخب بيتكون من 20 لاعب موليد 2009 يعني منتخب الواعدين في فوقي منتخب 2008 أو 2007 الشباب هما دول النوا للمنتخب إنت روحت اخترت منهم اخترنا طبعا 20 لاعب أنا بصراحة برضو عشان أكون أمين معاك يعني أنا أنا وجدت 20 لاعب 20 خامة كويسة جدا طبعا المدربين اللي هنا مش قليلين لما يختروا خامات بيختروا فعلا خامات وعدة وعندهم رؤية عندهم فيجين إن هما يقولوا إن اللعب ده ممكن يكمل ولا وده فعلا إنه اللي لقيته بالإضافة أن إحنا هنضيف بعض اللاعبين كمان للمنتخب اللي قبل كده منتخب 2010 2011 أول ما نردع إن شاء الله هيتم تكوينه علشان نوسع القعدة علشان نختار لاعبين وعدين من وسط مش من وسط 20 لاعب ولا 25 لاعب من وسط 60 لاعب يكونوا هما نواة المنتخب الأول تقدر تختار منهم 14 لاعب في أي بطولة يقدروا جميل جميل العشرين لاعب اللي اخترتوهم اليوم ورايحين مات ممكن نقطة في طمار نحصل خلينا نحكي نتاج أنت بتحكيلي تحت الهواء أنه الموضوع مش يوم ولا يوم ولا شهر الموضوع بده عداد بده معسكرات بده بناء بده فترة طويلة ما احنا خايفين بس يتتواصلوا وتكونوا حاطين على خطة معينة فجأة الاتحاد روح والمدرب روح يجينا ناس جديد برجع على النواة من أول ببلش من أول وروح على البطول طيب لتعطينا موعد أنا أدي لك موعد إن شاء الله بإذن الله أنا هقول لك على حاجة الدول العالمية كلها أمريكا البرازيل إيطاليا مش دول هم بولندا أباطرة الكرة الطائرة في العالم وهما دول الحاصلين على كل حاجة في العالم صحيح دول بيعدوا فرقهم بالأرض المنتخب الأول بيعدوا بالأربع سنين من بطولة أولمبية دورة أولمبية لدورة أولمبية تانية صحيح فإحنا خلينا نقول إحنا مش هنقول لأربع سنين لكن إنت أي أي زرعة بزور بترميها في أرض خصبة زي زي المملكة هنا بيبقى لها بوادر إحنا خلينا نقول إن إحنا من يعني نقدر نقول من بطولة الناشئين اللي جاية إن شاء الله البوادر بتاع الزرعة إحنا هنبتدي إن شاء الله بإذن الله أتمنى أنه هنحصد سمارها بإذن الله من بطولة الناشئين ونبتدي ماشيين في اتجاه تصعدي لبناء فريق أول قوي لكن زي ما حارتك قلت أنا طبعا مش هقول إن الاتحاد يمشي الاتحاد يروح هنقول إن المدرب يروح يعني أنا خلينا نتكلم في موضوع إن المدرب يروح المدرب يروح المكان اللي أنا موجود فيه ده والشغل ده أمانة إنت لازم تسيب أرض خصبة لأي حد هيجي وراك يقدر يبني بعدها فهو ده الهدف إن إحنا حطين خطة علمية أو أنا حطت خطة علمية بنزل تدريبات جميع المنتخبات حتى منتخب السيدات منتخب الوعدات عندنا خامات كويسة جدا كمان للمراحل دي منتخب الوعدين منتخب الناشئين أنا عدت على كل الفرق دي كلها ومنتخب الشواطئ بقيادة طبعا الكابتن إسماهيل توفيق يعني بنحط خطة لبناء منتخبات قوية فعلا نقدر نبني عليها سنين وسنين وسنين سواء أنا موجود أو سواء غيري موجود هيجي يلاقي خطة يقدر يمشي عليها مش هيغير فيها إلا بعض الاتجاه هيبقى واحد والهدف واحد لكن هينفزه من خلال وجهات نظر بس جاءنا من قبلك رجل مصري برضو تحدث كان يتحدث نفس حديثك كان نفس الفكرة اللي بتحكي فيه وزاروا هذا في كرة القدم وبلشنا نحصد هذا الحديث كان اسمه مرحوم محمود الجهاري الله يرحم وحصدنا هذا الشيء لأنه اشتغل أول ما يجي اشتغل على النشأ وبعد ما راح استمرنا على هذا الحديث كابتن انك تبدأ بالنشأ هذا اللي احنا بدنا لكن انه نستمر على هذا الشيء ونبحث طيب المدرب الوطني الموجود كيف تنظر اله انت مدير فني لكل المنتخبات يعني المنتخب سن 2011 لأكبر مكان ناشئ انت المدير الفني الهم جميع هذا لاعبين كمدربين هم كمدربين الاندية كيف تنظر خلينا اقول ان المدربين الوطنيين هنا في المملكة طبعا مفيش مدرب في العالم مش محتاج تطوير كلها نسبة وتناسب محتاج تطوير قد ايه وايه المستوى اللي هو محتاج ان هو يوصل له يعني لو بيوصل لليفل مثلا معين او مستوى بطولات مثلا اقول اسيوية وافريقية محتاج يوصل للعالمية محتاج وصل للعالمية محتاج ان هو يحقق حاجة يحقق مركز متقدم يعني انا اقول لحارتك على حاجة يعني انا انا في مصر مثلا من منتخب خسرا بطولة افريقيا بس اتاهل لكاس عالم الى ان هو وصل بالاجتهاد ما اقولك بقى الموضوع معسكرات مباريات قوية معسكرات داخلية باستمرار مسابقة قوية واخدنا مركز رابع على مستوى العالم في مفاجأة كان يعني المنتخب المصري المنتخب المصري انت كنت المدير الفني انا كنت المدير الفني وجيت هنا كان ليا الشرف طبعا ان انا جيت شركت في البطولة العربية هنا في تجيبت رابع العالم مع المنتخب المصري سنة سنة جميل جدا يعني انت لما تتعامل معل لما اخترت تحت 22 معناته انت عارف الفئة اللي بتتعامل خليني يا دكتور ليس أرجع للموضوع التاني للمدرب الوطني المدرب الوطني هنا معزور معزور لان المسابقة مسابقة الدور العام هي دايما اللي بتفرز المنتخبات يعني هي اللي بتخدم على المنتخبات كلها صحيح المسابقة مدتها شهرين ونص فده اللاعب لازم يلعب يعني يعني من هقولك من 30 ل 36 مباراة مش هادة انت للمفروض تضعو ان شاء الله بإذن الله في خطة موضوعة أتمنى ان السادة وقساء الأندية والسادة المديرين الفنيين يرفقوا عليها لتطوير مسابقة الدوري ان احنا نعمل اكتر من المسابقة على مدار الموسم ونعمل دوري زي يعني دوريات يعني تعاملت تجربة قبل كده وما كملتش أتمنى ان هي تعاد تاني التجربة هنا على مستوى الدوري ان احنا نعمل دوري ممتاز قوي دوري درجة أولى قوي دوري الفئات العمرية يكون قوي ومش مدته إسباعين ولا ثلاثة ده يكون على مدار الموسم يعني أربع شهور ستة شهور بحيث ان اللعب من وهو صغير يقدر يلعب كم مباريات تؤهله انه هو يكون نواة للمنتخب الأول هذا الشيء رائع هو بالفعل يعني الطائرة بدأ طار تنقصها اهتمام بالنشاء وينقصها انه يلعبوا أكثر عدد من المباراة فإذا وضعت خطة لمثلا دوري طويل مع مثلا بطولتين كمان كبار استحدث بطولتين هذا الشيء لكن هذا بده مردود مالي كيف تحددت انت وإدارة الاتحاد بهذا الموضوع انه انه الاندي عندنا بتعاني يعني عنديت كرة القدم بتعاني كيف الطائرة اكيد بتعاني اذا كانت كرة بتعاني كرة القدم بتعاني بأكيد الكرة الطائرة اكيد بتعاني اكيد السلة بتعاني الهندبول بيعاني يعني مش الكرة الطائرة خصوصا يعني راح يكون فيه معلقات يعني طبعا اتحاد الكرة الطائرة على رأس الهرم طبعا زي ما قلنا الأميرة آية بنت فيصل النائبها الكابتن جهات قتاشات يعني دلوقتي السعي لوجود سبونسر لوجود راعي للدوري والسعي لوجود راعي للمنتخبات هو ده الحل الوحيد وهو ده الطريق اللي هم ماشيين فيه ان شاء الله بإذن الله طبعا كابتن حسن المواهب اللي شفتها عنا بتطلع فريق قوي ينافس خلينا هناك ناش بطولة عالم القارة الأسوية طبيعة اللاعب ايو الأردن هنا البيئة نفسها بتفرز طبيعة او بتفرز يعني قدرة بدنية قوية تعرف كل ما البلد كان فيها جبال وفيها 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 ده بيخلي يعني يمكن انا شرحت الموضوع ده قبل كده الخامة العضلية بتاعة اللاعب الأردني خامة فيها القرى المتفجرة اللي هي العضلات اللي هي الفايبر بتاعة الألياف بتاعتها بيضة دي بتبقى بتخدم القرى المتفجرة اللي الجسم يقدر يطلعها احنا اللاعبة بتاعتنا بتاعة الكرى الطائرة محتاجة ده محتاجة قرى ميزة بالسرعة محتاجة قرى متفجرة طبيعة اللاعب الأردني عنده يعني كجسم كجينات عنده جينات عنده عنده ارتقاء عالي عنده قوة عنده سرعة بس الكلام ده كله محتاج لسقل سقل في ايه بقى زي ما قلت لحرطة معسكرات داخلية معسكرات خارجية على مدار العام بحيث ان احنا نقدر نعمل مباريات قوية لان game teaching the game المطش بيعلم المطش مهما كان التمرين قوي مهما كان التدريب قوي لازم خبرة المباريات طبعا اللاعب يكتسبها لان مواقف اللاعب اللي بيواجهها في التمرين اه احنا بنحطله لان التدريب دلوقتي مستوى تقدم جدا وبنحطله مواقف لعب في التمرين بس اللاعب مع وجود فريق منافس مع موجود حكم مع وجود تيشيرت مختلف خصوصا في الأعمار السنية الصغيرة هو ده اللي بيعلم اللاعب ازاي يقدر يتصرف في المواقف الصعبة اه اثناء المباراة فجيم stitching ده جيم كم مباريات كتير كم معسكرات كم مباريات قوية عشان تلعب لمستوى عالي النهار الفرق اللي احنا رايحين نلعبها كلها مستوى عالي ومعسكرها كلها فين يعني تونس كانت في فرنسا اه في تركيا سوري ورجع التاني على تونس العراق في ايران اه انت عندك السعودية والكويت في مصر يعني هما ده انا بك يعني بترجم لك ان المباريات القوية قبل البطولات وعلى مدار العام هي اللي هتفرز منتخذ قوي شو ممكن انت من خلال هذه البطول مشاركتن في البطول العربية بديرها مع السعودي مع الكويت مع قطر وفرق قوي في كرة الطائرة طب شو الغاية والهدف اللي ممكن انت او شو الاهداف اللي ممكن احنا نحصلها من خلال احتكاك فجأة بعمار سنية صغيرة مع لاعبين بمستوى عالي فجأة يعني يشاركوا معهم شو ممكن هذا حصل لنا فوائد فوائد قصير انا موافق طبعا طبيعة اللعب الاردني طبيعة تروح النشامة بصفة عامة هي دي اللي انا بقدر ان انا بحاول ان انا ألعب عليها على المستوى النفسي في الفترة دي علاوة على بحاول اكساب اللعبين ثقافة الفوز ازاي انه هو ينزل مباراة مش للمشاركة لانه تعرف عشان تغير طبعا الفكر ده والثقافة دي دي هتحتاج وقت بس انا طبعا من خلال محاضراتي للعيبة قبل التمرين وبعد التمرين ومن خلال كلامي معاهم من خلال مواقف اللعب اللي بنحطها الاول اللي حطناها في الفترة القصيرة دي ازاي اللعب يقدر انه هو يبقى عنده ثقافة الفوز ويلعب على المكسب يعني زي ما هو ازاي في كرة القدم كده بتصط تلاقي الفرق العالمية الكرة عزيزة عليها انه هو ما يقدرش يفقد الكرة بسهولة هي دي الثقافة اللي عندنا في الكرة الطيرة نفس الكلام ازاي تخلي الكرة في ملعبك باستمرار ازاي ما مايبقاش عندك اقطاء سازجة اسناء المباراة فدي ابتدناها من داخل التدريب علشان تتعكس على المباراة ان شاء الله بإذن الله وهذا ما نتمنى نتمنى لك التوفير كابتن عزيزة شو حاب تحكي كلمة اخيرة كيف توعدنا مين تشكر انا بشكر طبعا اتحاد الكرة الطيرة سمول امير ايا بنت فيصل بشكر نائبها طبعا الكابتن جهاد القتيشات على طبعا استقبالهم وثقتهم فيها وبشكرهم على المجهود وعلى رغبتهم في تنفيذ كل المتطلبات اللي انا بطلبها تحس انهم كمجلس ادارة موتيفيتد موتيفيتد جدا خليتنا انا بخطي الاتحاد حابين يشتغلوا حابين يصطع جدا انت لما تشعر تشاهدهم بيستضيفوا بطولات وبيستضيفوا بحطوا بطولة وورا بطولة تحس ان الجماعة حابين يشتغلوا حابين يصطعوا بس بدنا نوقف لازم نقف معهم ايد لوحدها مش هتسقف لازم الاتحاد وجنبه الاندية والاندية لازم طب هي مصطحية هي منظومة كلها انا الواحدة مش هقدر عمل حاجة لو معيش مساعدين ومعيش مدربين وطنيين من قلبهم على اللعبة انا مش هقدر عمل حاجة نادي عيرة مثلا نادي عيرة عشبال الحسيان الوحدات البجعة كل الاندية دي لها دور كبير جدا لدعم الاتحاد ودعم اللعبة وان هما يقفوا كتفهم في كتف الاتحاد كتفهم في كتفنا الشغل على مستوى الناشئين في الاندية دي هو ان شاء الله بإذن الله بداية الطريق ان شاء الله ان شاء الله بنشكرك بنشكر تواجدك معنا الساد حسن وشكرا على هذه الكلمات وكبتن ان شاء الله نشوفك وانت راجعين محققين إنجاز ان شاء الله نحقق صورة مشرفة بإذن الله وتكون واجهة طيبة للمذاكة بإذن الله قلتي لي عايز أشكر حد في حد عايز أشكره طبعا بشكرك طبعا دكتور ليس على استضافتي وعلى اسلوبك الراقي اللي انت دايما بتتعامل بيه انه في شغل في جهد وانا يمكن اتفاقلنا كثير لما سمين انه العمار منتخب رجال اول العمار تحت 22 عام هذا شيء رائع شكرا كابتن حسن شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة وشكرا محمد العلاو لمخرجنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة